اشتركوا في القناة يبتدي يركز شوية وبعد كده ييجي الدعاء يبتدي يركز خالص يبتدي بقى يشد حيله بقى وعايز زعايته بتاع فدي دي أزمة ليه؟ لأن احنا كده بنتعامل مع العبادات بمنهجية غلط تماما لأن ربنا سبحانه وتعالى يحب الإنسان أنه يهتم بالفرائد أكثر من اهتمامه بالنوافل قال الله تعالى ما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه وبعد كده يتقرب عبدي بالنوافل احنا برضو عندنا حتى مشكلة جوه الصلاة نفسية يعني انت لو شفت نفسك جوه الصلاة هتلاقي نفسيك سواء العشاء أو الترويح بتلاقي نفسك بتركز قوي في الدعاء وتركز شوية في القرآن وبتركزه خالص في الفاتحة رغم أن المفترض الأداء يكون العكس ليه؟ أولا العشاء لازم تركز فيها أكثر من الترويح بل صلاة العشاء أهمة كتير جدا من صلاة الترويح اللي أنت حتصليها لأن دي فرد فلازم تكون حريص أنك أنت تلحقها من الأول وتصليها بخشوع أحسن وأهم من أنك أنت تهتم بصلاة الترويح ومش بقلل طبعا من صلاة الترويح جوه الصلاة نفسيها لازم يكون تركيزك في الفاتحة أعلى تركيز أفضل أداء وتركيزك في الدعوة اللي جوه الفاتحة أهم من تركيزك في الدعاء اللي في آخر الصلاة الدعوة اللي هي ركن عليك تقولها كل يوم إهدينا الصراط المستقيم دي أهم دعوة بتقولها في حياتك ودي ركن لازم تقوله فتركيزك في الفاتحة بيحسن الأداء جدا بعد كده أنك أنت تهتم جدا بالقرآن تحاول تحضر قلبك فيه تحاول لو فيه بكاء تبكي مع القرآن وبعد كده يأتي الدعاء عارف لو عملت الأداء زي ما بقولك كده هتلاقي نفسك مش بحتاجة تطول في الدعاء هتلاقي نفسك عادي زي النبي عليه الصلاة والسلام كان ممكن يدعي دعاء قصير جدا كانت ألف ديئة واحدة زي عمر بن الخطاف كان يدعي دعاء لا يتجاوز صورة الغشية أدي صورة الغشية بالزبط ليه؟ لأنه خلص كل الأداء في الصلاة في العشة في الترويح في القرآن خلص الأداء كله فما بقاش محتاج غير أنه هو حاجة بسيطة في الدعاء لكن احنا عشان بنأثر قوي في الصلاة كلها نيجي بقى عايزين نعوض في الدعاء فاللي يدعي نص ساعة واللي يدعي ساعة ده بسبب الخلل في تعاملنا مع العبادات رمضان بنصحح المفاهيم الفرائد أولا ثم النوافل ونقابلكم في حلقة جاية إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر